نساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال معاكم داليا حسين محلقة جديدة مميزة جدا من حلاوة روح مميزة ليه بقى؟ لأن كتير مننا بيعني من مشكلة هقول لكم عليها دلوقتي كتير مننا الناس اللي بتشتغل في مجال معين أو في وظيفة معينة وبتعمل كل يوم نفس المهام وبتقوم بنفس الشغل كل يوم ولكن هم مش حاسين بمتعة في المهام اللي بيقوموا بيها دي أو في شغلهم مش حاسين إنه هم بيعملوا الحاجة اللي بيحبوها الحاجة اللي ربنا خلقهم في الدنيا عشان يعملوها أظن يعني يمكن نسبة كبيرة جدا من الناس اللي بتشتغل حسب الإحساس ده بيبقى ما عندهمش كده حماس ودافع قوي إنه هم يسحوا من نوم الصبح ويبقوا نادلين بحماس ونشاط كده ورحين يعملوا الحاجة اللي بيحبوها في حين إنه في نفس الوقت ده بيكون في ناس تانية خالص قدرت إنه هي تكتشف الحاجة اللي بتحبها وبتشتغلها وبقت مهنتها ومجالها وحاسين بمتعة وهم بيقوموا بيها لأنه هم ببساطة اكتشفوا شغافهم يعني الحاجة اللي هم بيحبوها الحاجة اللي هم متميزين فيها قدروا يوصلوا لموهق بيتهم اللي بتميزهم عن بقية الناس وقدروا إنه هم يخلوا موهبتهم دي هي سبب نجاحهم في الحياة الموضوع مش سهل طبعا عشان كده إحنا النهاردة مصطدفين نظيفة عزيزة من الناس دي الناس اللي قدروا إنه هم يغيروا مجالهم كان عندها الجرأة إنها هي تاخد القرار ده وتدور على شغافها وتعمل الحاجة اللي بتحبها وكمان تخليها سبب نجاحها في الحياة هي ضيفة نقدر نقول إن هي فنانة فالحلقة النهاردة تبقى كلها فن وألوان وحلقة كده في منطقة رقي لوحتها اللي عملتها ورسمتها وطلعت كل طاقتها فيها بنلاقيها موجودة في أماكن كتير جدا من أبرزها في مدينة دهب طبعا مدينة دهب ليها طابع خاص كده في كل حاجة هي من أشهر الرسامين اللي لوحتهم بتزين جدران أوتلات وكفيهات كتير قوي في دهب مش هتطول عليكم أكتر من كده طبعا عايزين تعرفوا مين معنا معنا ومعاكم النهاردة الفنانة الرسامة سماح دين إزاي حضرتك؟ إزاي كده اللي عملين؟ من ورانه ربانا يخليكي طبعا المقدمة دي بقى إحنا دي جميلة جادة ليها خلفية ولها قصة عايزين بقى نعرف البداية اللي هي اللي كنت زي الناس اللي كنا نتكلم عليهم في الأول زينا كده إيه اللي خليكي بقى اتخذي القرار ده وخدتيه زي وإمتى وبدأت تنفيديه زي بوسي ست البداية خالص زي أي حد خالص دخل الكلية وبدأ حياته العملية عادي خالص أنا اتخرجت في 2010 وبدأت حياتي العملية عادي جدا واخدتني الأول اشتغلت أول شغلة بالنسبة لي خالص كان مع مساعد دكتور برهيم الفئي اللي أرحمه وبدأت بقى دكتور برهيم الفئي تنمية بشرية ده موديل تاني خالص بس فالأول كنت يعني بدأت الموضوع من الصفر خالص بدأت مع مساعد دكتور برهيم الفئي زي أي بنت درست الأول في 2010 خريجة information system بدأت عادي جدا الكرير بتاعي شغلي الأول كان مع مساعد دكتور برهيم بدأت خالص لسه كان سلز لسه في البداية خالص وبعد كان مسكت المكتب بتاعه عاديت معنا لمدة خمس سنين وبعد كده دخلت مجال الـ IT وبعدين بعد يا لوك الدابل فن عايزين نار فأنا هقولك الفاكرة كلها أن أنت بعد ما خلصت يعني بعد ما اشتغلت مع مساعد دكتور برهيم الفئي ودخلت مجال الـ IT أعدت في مجال الـ IT 8 سنين أخدت من البداية من أول سيلز لحد مثلا سيلز أكاونت منجر لحد سينيور سيلز سيلز تيمليدر فاهماني فطول الوقت ده أنت شايفة أن أنت كاريرك بيكبر وفي نفس الوقت أنت كلما كاريرك بيكبر كلما بتحيس أن في حاجة بتأيديك أكتر مسؤوليات أكتر طبعا أنت أولا عندك منطية أمان عندك سيلري سابت عندك كل حاجة سابتة فأنت يوم مثلا لما تبداي تقولي أنا عايزة أعمل حاجة أنا بحبها أنت هتبدأي من الصفر أنت هتبدأي من ولا حاجة أنت لسه هتشوفي هتدرسي إزاي لأن الموضوع بالنسبالي كانت هواية يعني موضوع بالنسبالي مش دراسة أكتر هي الرسمة أرضك هي اللي هوية بس كونك بتتطوري وبتتدرجي في الوظائف في المجال اللي كنت شغالة فيه اللي هو السيلز معناها أنت كنت نكحة كنت نكحة في جدا فكنت بتعملي الحاجة اللي أنت شايفها الشغل عايز كده فبتقومي بكل مهامك على أكمل وجه بس مش حسب المتعة أو الحاجة اللي أنت تحبيها بص دالي أنا كنت دايما في الانترفيو بتكلم الناس أقول لهم أنا مبسوطة أن أنا شاطرة في حاجة ومش بحبها يعني دي كانت فعلا الشالنج هنا أن أنت تبقي شاطرة أصلا في حاجة وانت ما كانتش شجفك قوي مش الحاجة اللي أنت بتحبيها أو اللي بتسعى أن أنت تبقي فيها قدامي فاهماني فأنا بحس أن دي قصة نجاح تانية خالص ده الشالنج تانية خالص أن أنت بتبزلي مجهود وبتعملي حاجة أنت أصلا بتواجه فيها صعوبات عادية أي شغل بتلاقي فيه أي صعوبات فاهماني بس هي الفكرة كلها أن أنت تعملي حاجة بتحبيها بتحس أن طعم الصعوبات بتبقى مختلفة يعني أنا مثلا النهاردة وأنا برسم مثلا ممكن أصهر أطبق في اليوم ما بحسش بتعب عندي أوردر مثلا عايزة أسلمه تاني يوم وبوضطر أن أنا أقعد صهرانة فعلا مش بنام في حين أن أنا لو في السلز لا أنا هبقى بشتكي هقول دهري بيوجاني لا أنا تعبيني هتعملي كده وحطبقي بس هتبقي مجبرة مجبرة عشان أنت عايزة تخلصي التاسك دي أو المهمة اللي مطلوبها منك الموضوع بالنسبالك هو تاسك غير أن أنت لما بتعملي حاجة أنت بتحبيها فالموضوع بيبقى بالنسبالك مش عايزة تسيبيها مش عايزة تقومي من هذا انت بتبقى بمتحمسة أنا بيبقى يعني بالنسبالي بتبقى الرسمة أنا هموت وشوف هي بتبقى شكلها عامل إزاي في الأيه تخرجها عامل إزاي عشانتش أنت متخيلها لأبل ما ترسمي أنا أعتقد بتبقى متخيلة صورة في خيالك وتبقى بقى تترجميها برشتك قبل ما حطت الفورشة أصلا أنا بقى متخيلة مثلا لو حد بعتلي حيطة فاضية خالص أنا بقى متخيلها الفاينال هي بقى عامل إزاي فأن أنت كمان بعدما تطلع الحاجة اللي أنت عايزاها بتطلع أحلى كمان من تخيولك بيبقى روعة بقى خلاص بقى أن أنا كده لأن أنت ممكن وانت شغالت تخيالي أنه ممكن أضيف حاجة تانية وبعدين أنت ممكن تقابل تشالنج فاضيعة ممكن مثلا الألوان تتدلق ممكن مش عارفة لون ما تقصديش تروحي مش أغبطة في حاجة معينة يعني التشالنج برضو مستقل الألوان ممكن تغيريها غير الصورة اللي كنت رسمها في الأول حسب رؤيتك وقتها وبتطلع أحلى أكيد هي بتطلع الحمد لله بتطلع أحلى يعني الحمد لله إحنا معينا كمان الصور قدام المشاهدين هي على فكرة لوحات كثيرة يعني رحلة طويلة من الفن مع أن هي مش فترة زمنية كبيرة بس الحقيقة أنا يعني حاجات مبهرة جدا ومبهجة جدا وحاسة أن فيها فكرة حماسية يعني هي مش لوحات رسمة وخلاص بحس أن أنت بتقدمي فيها رسالة معينة بص هي أن أنت تقدمي أصلا أن تبقي حاجة محفزة للشخص اللي قدامك لما يشوفها على الحيط ينبسط بيها دي أحسن حاجة في الدنيا يعني أن أنت تبقي في الأول وفي الآخر يعني لو بصيتي لتلات اربع اللوح هتلاقي أن فيه منها كودس مثلا بوزيتف عجباني أول فكرة دي آه بطبقى حلوة جدا وجديدة أعتقد أن ده الترند دلوقتي اللي معظم الناس بتتاجي لي أنها تبقى معلقة طابلو فيه رسالة ده حقيقي ولم تبقى معاك الصبح يعني أنا مديرتي في الشغل في الـ IT آخر شركة أنا سبتها قالتلي أنا هعمل معاك أول أوردر وساعتها مبسطت جدا بالكودس اللي أنا قلتلي أنا أحطها مش أحطها في البيت أنا أحطها في الشغل لأن دي أول حاجة أشوفها الصبح كانت بتقول إيه بقى؟ بتقول لي الكودس بتقولي أن أنت تبدأي حياتك الصبح بتفكير إيجابي عشان تكملي يومك إن مورنينج يعني لازم في الصباح كده لازم تفقري في حاجة إيجابية عشان تبقى معاك تول النهار صح صحي جدا وأعتقد أنه بتهيألي أن المعالجين النفسيين واللايف كوتش وكده دايما بيقولوا الحاجة اللي هي توكيدات أو المحافزات بالنسبالك أفضل شيء أنها تكون قدامي كتور الوقت خدي بالك أنا جاية كمان من باكجراوند التنمية البشرية آه فأنتي عهدت طبقا ميكسل اتنين وابا آه فبالنسبالي أنت برضو بتبص للموضوع وخدي بالك برضو الخبرة بتاعتي بتاعت السلزم السهلة يعني هي برضو جرأتني جدا وبتنزلي تروحي ميتنج يعني أنا لفيت يعني أنا أصلا شخصية أكتف جدا لفيت جامد جدا إن أنا روح أشوف ميتنج روح أشوف ناس مختلفة مختلفة فالموضوع بالنسبالي أنا يعني أخدت خبرة من كذا حتة في نفس الوقت خبرة حياتية بقى يس تعامل مع الناس ناس تحب إيه روحتي أماكن كتيرة فأخدتي أفكار كتيرة وده السبب بقى أن أنا بدأنا في دهب لما حبيت عمل حاجة روح تعمل دهب دي كانت بدايت كنا لأ ما كانتش بدايتي بدايتي بالضبط كانت في الكورونا الكورونا اللي فتت على طول دي والحياتي ما شاء الله تعملي كل ده بالضبط هي الفكرة كلها أن أنت زي ما أنا أقولتليك أنا شخصية أكتف جدا مرة واحدة عادنا في البيت ما فيش حاجة ما بيني أنا والحيطان روحت واخد بعضي ورحل المكتبة جبت كل حاجة داليا كل الألوان كل الفرش كنت ساعت أول مرة حتى استخدم الأكريليك فنزلت بدأت أجرب أنتش بتخيلها في حاجات كتير بوزة قد إيه بدأت أجرب فعلا أمسك وعد واتفرج على يوتيوب تأول مرة تأخذي تأخذي بقى مرحلة التنفيذ وتبدأي أنا هرسم آه أنا هرسم يعني أنا هبدأ وبدأ بقى طبعا البيت عندي يشوفه ده وبعدين بدأ قولي إيه دا سماحي أنت أنت فعلا شكله حلو قوي وصحابي يقولي إيه دا سماحي أنت اللي عملة ده لأ أنت ثلاثة فنان وإحنا مش عارفين سلز إيه سبت من السلز فبرضو بيني وبينك أن أنت لما بتلاقي حد تاني بيشجعك بتأخذي الخطوة وإنت قلبك ميت يعني بتبقي إيه سماحي أنت قدامك وقت قد إيه أنت خلاص عندي كم سنة عشتي كم سنة لا اللي هو إزاي مش فهمة أنت دي صغيرة خالص يعني بس أنا بدأت من 2010 فأنا بالنسبالي أنا دلوقتي عشرين عشرين أنا بقالي في الحياة العملية عشر سنين عشر سنين في مجال تاني في مجال تاني خالص إنما بقالك شهور شهور في مجال الرسمي ما هو دايز بيطلك أن أنت لما بتبقي فيه حاجة أنت بتحبيها أنت بتلاقي نفسك بتتقدمي فيها لأن أنت أصلا طول الوقت بتصير شي يعني أنا أنا عايز أقولك أنا مش يعني مش خارجة حاجة أكاديمي مثلا ليه علاقة بالفن هو الموضوع هواية جدا وبدأت دلوقتي أخذ ورش وأروح استوديوز وأروح أعمل حاجات ولسه عندي أنا لسه عارفة أن أنا لسه هتعلم كتير يعني أنا عارفة أن الموضوع ما وقفش كده تماما أنا لسه قدامي مشوار يعني لسه بتدريسي أو بتستكشفي أو كده وأنت سعيدة وأنا مبسوطة يعني غير لما كنت بتاخدي كورشيز بقى في السيلز دي موضوع تاني ده كنت بابا متقدرة ما تفكرينيش بأهرب لسه إنت فلسولنا بقى كان بيتبقى ساعات ومضطر أن أنت تبقي عارفة الحاجة اللي أنت بتبعيها يعني الموضوع برضه مستهل ومجال الـ IT أصلا واسع جدا سوفت وير و هارد وير فأنت أنت متخيلة برضه أن أنت تبقي في منطقة أمان عارفة حاجات واخدى فيها كورسات ولسه تبدأي كورسات جديدة خالص ومجال جديد خالص الموضوع مستهل وأنا عارفة أنه مستهل برضه على الناس كتير أنا لسه في ستلة حد دلوقتي صحابي بيقولي لي سمحة أنت عملت الحركة دي زي سمحة أنت فكرة وقرار جريء قوي في ذات أن أنت كمان مش بس أن أنت تتبعي شغفك أو تعملي حاجة بتحبيها أن أنت أصلا يعني تنهي الحياة اللي فاتت بقى العملية المجال ده ونقف الباب وخالص ونبدأ من أول وجديد من الصفر يعني تحدي كبير قوي ده حيير بس الحمد لله والله أنا حسنا أنا نجحت فيه جدا ما كنتش جيت معاكي هنا النهار ده لا حقيقة أنت كمان بتقولي أن الفترة قليلة قوي اللي أنت بدأتي فيها وعملتي حاجات كتيرة ولوحات حلوة قوي عايز أقولك بقى وانت بدأتي في البداية كده مين أكتر حد بقى شجعك أنت قلت لي أهلك وصحابك أكتر حد قالك الحاجات حلوة قوي جاهد بصي في الأول خالص أنا رحت كنت رايح أعمل سناني تمام عادي جدا مريضة رايحة لقيت دكتورة سنان بيقول لي أنت بدأتي فين قلت له معلش أنا أتأخرت بس عشان كنت في كورس ببرس الموتاك قال لي طب سمح بصي أنا عندي الحيطة دي وفي مقاسات معينة وعايزك تعمليني مش عارفها وأنا معي الرفرنس بتاعت الحاجة أنا طبعا توطرت قلت له أنا قلت له طب ممكن أخلص الكورس قلت له طب ماشي معاك وقتك براحتك وده فعلا يا داليا كان أول أوردر يعني أنا فعلا بشكره جدا هو وبرضو مديرتي يعني هي برضو كانت شجعتني لأن هم أكتر يعني أول اتنين دفعوا لي فلوس فعلا في رسم وأوردر ويلا وعملي وابدأي وأنا هستناكي حافظت إن هو بقى ده ممكن يبقى مجال وممكن يبقى يعني مصدر ربح ممكن أنا لسا مصورة الصورة لحد دلوقتي بتاعت الفلوس إيه ده أنا فعلا خدت حاجة من حاجة أنا بحبها فلوس يعني إيه ده أنا ممكن فعلا أخلي حاجة مش بس مجرد هواية لأن أنا لما بدأت في الكورونا ما كانش إن أنا هعمل الشفت ده أنا بدأت في الكورونا جاست هواية ومتضايقة والدنيا وقفلين والدنيا مش بننزلوا بتاع فأنا هضيع وقت يعني فهمها فلا الموضوع إن يبقى فيه فلوس فيه دخلي كمان من حاجة أنا بحبها لأ كانت بالنسبة لي نقل حلوة قوي وممتعة يعني طب وقتها بقى خدسي القرار لأنا حيبقى ده مشروع هيبقى أو أهل يعني بدأت فيه أوردرز يعني بدأت فعلا سماح ولا وفعلا بدأت بقى فيه ناس بتصور حيطة فاضية خالص ومقاس مثلا مقاس كذا فكذا طول كذا فكذا ويبدأوا يبقى هتقولي لديكور بتاع الأودة وببدأ أشوف إذا أحدد إذا كان ده مودرن فيه حاجات جولد مثلا تحطي فيه يعني لو فيه حاجات بتتعرض دلوقتي هتلاقي فيه حاجات كتير مثلا ليها هتتعرض ايه لأنه احنا الناس ملاحقتش سيتش بعض حاجات كتير لو فيه حاجات بتتعرض دلوقتي هتلاقي فيه حاجات مثلا معمولة في ريسبشن مثلا معين ليه علاقة فيه فيه تاتش الجولد شوية لأنه أصلا الديكور بتاع المكان كان ساعتها بيج في كحلي فساعتها كان انبهر أصلا ومكانش إيلي على فكرة عامل حاجة ولا مديني أي ريفرنس أعمله زي ولا أي حاجة إن انا بعملي ثلين فيه حاجات انا بعملها من زي ما انا قلتلك في أول الحلقة من خيالي خالص وفيه حاجات تانية بتبقى طب انا عايز زي دي بتبقى عايزة تعملي ماتشنج على ديكور هي الصور ظهرت معانا تانية وفيه حاجات دي عبارة عن اين دي؟ بوسي دي عروسة البحر ده كنت انا في دهب انا عايزة أقولك خدت الخشب ده كله الخشب ده كان فاضي خالص ورحت دهب كده قعدت 15 يوم كنت بعد الاستقال على طول وبدأت بقى ارسم الحاجات دي يعني بدأت الرسمت على الخشب وعايزة أقولك هي موجودة ودي برضو برضو في دهب هي موجودة دلوقتي في مكان اسمه واي نوت هو مشهور جدا هناك في دهب ويعتبر من الأول لا لا ده ما كان بيعرض الحاجات المميزة والشغل المميز والارت المميز هو يعتبر من أشهر الأماكن في دهب هناك دي المفهود ان هي بتتحط في قوضة أطفال بس انا عاملها الواحدة صاحبتي يعني اكيد مفهودة بيها او وده كان على فكه ده في شغلي يعني هي كانت طالق الوردر ده كان في شغلي في الـ IT وهما كانوا طالبين وكنت لسه ما سيبتيش شغل لا لا كنت سيبتيش شغل كنت سيبتي بس هو ما طلب بقى اخراتي كنت خلاص بس بدأ وبقى يقولوا لي سمحت اب لو انت بتعملي حاجة ودي برضو جزئية ده اللي كنت عايزة أكلمك فيها ان دلوقتي الهاندميت بقى لسه لسه لي روناكو برضو يعني الحاجات اللي هي كانت ما بعتها لي أصلا كانت برينت كانت مطبوعة هي كانت عايزة فتخيلي دلوقتي لا الناس لسه بترجع تاني لا هي عايزة لشغل اليدة وعايزة الحاجات اللي بالإيدين مش حاجة مطبوعة وخلاص معين على فكرة هم يعني هيبقى بالنسبة لهم هيبقى أحسن بكتير لما تبقى حاجة مطبوعة وهتبقى ملزوقة وما يبقى بقاش فيها أي ولا خايفين من تراب ولا خايفين مش أحسن خالص يبقى في الناس بتفكر بالتفكير ده حاجة أصلا كمان أنا أعتقد أن اللي بيرسم بيطلع طاقته فيها يعني هي لو هو بيرسم لوحة وحبيبها بتحسي أن لوحة دي بتشعر طاقة إيجابية كده هي بتريحك لما بصيها يعني بيقولوا الرسم إذا كان الرسم الرأس لو عايزة تعذيفي على آلة معينة بتحبيها كل دي أساسة ممكن تطلعك من الموت بتاعك من أي موت سلبي أو أي اكتئاب أو أي حاجة دي المداخل الأساسية وأعتقد أنت كمان يعني أنت قبل ما تبدأي ترسمي اللوحة كده لو رايحة متضايقة حصل موقف ضايقك حدا قال الكلمة مش لطيفة أو أنت بترسمي كل الطاقة دي بتطلع طاقت دي لأودة أطفال ودي اللي أنا بقولك عليها من شوية أهي أنا شايفاكي منفزها حاجات كتير قوي أفكار كتير حلوة لأودة الأطفال حكي لنا الفكرة دي جات منين أصلا والله يبص هي جات باي لاب جدا كانت كنت قاعدة موحدة صحبتي وبتقولي أنا نفسي فهي القودة عندها فاضية خالص وما فياش أي نوع من أنواع الكلار وبتقولي سامحة أمليلي حاجة عندي عشان أنا أحس أن الموضوع مبهم جدا وهي أصلا يعني إيه يعني هي كبيرة وكل حاجة هموندسة دلوقتي بالسنب يعني هي بنوتة يعني عشان هي طفوليجة وروحها طيبة فأنا عملت لها اللي يشبه الكاراكتر بتاعها فعملت لها الحاجات اللي قلت عليها في الأول دي الواحدة صحبتي دي الواحدة صحبتي الأزرق وبعد كده بقى بيزد على ده الطلب مني أوردر لأودة بنات بنوتة صغيرة طفلة دي اللي أنا عملالها حتى تلاحظي اسمها مايا مايا اسم غالي علي اسم غالي ربنا يكلالي كيرو بس فهي كان اسمها مايا بنوتة صغيرة لسا عندها خمس سنين فعشان كده عملت بقى الطبيعي انت عارفة الولد بيبقى اللبني والبنت بيبقى البينك فنفست الموضوع ده بيزد على أكيد دي مويا كانت مبسوطة بيها أيضا لأ جدا يعني طبعا مش فاهمة قوي بس طيان يتلب منك حاجات لقود الأطفال بدأت بقى انت مبقاش بس القود أطفال يعني لسا جايلي أوردر مبارح واحدة لسا متخرجة من الدكتوراه وعايزة حاجة ليه علاقة بالكاب في وقت التخرج الاسود وبتاعه فبتقولي سمحنا عايزها حاجة فانت انت مع الوقت بتلاقي نفسك انت بتنفيذي حاجات ما كنتش متوقع ان انت هتنفيذيها يعني انت مع الوقت بتلاقي كمان الكلينت هو اللي بتديلك الفكرة فهمت؟ أنا في الأول في الآخر بحب اسمع وفي الآخر خالص بقوله طب ايه رأيك كذا اه تبدأي بقى تشوفي رؤيتك بشوف رؤيتي او ممكن ايه الألوان اللي هتبقى مناصبة اكتر ايه الحاجات اللي هتبقى مناصبة اكتر وخدي بالك انا لسا لحد دلوقتي بتعلم ولسا لحد دلوقتي بروح ورش ولسا لحد دلوقتي بجرب فوارد جدا تلاقييني لسا بصرش لحد دلوقتي وبشوف الـ واكيد هيبقى فيه تطور اكتر من كده طبعا انا مش شايفة اكتر من كده هيبقى تعملي ايه رجل ليس لي كده يا داليا والله ده من زودك لا بجد كل حاجة كمان شكلها رزيز قوي وحاسة ليه كتاتش مميز يعني انا كتير قوي شفت لوحات وحضرت الجاليريز وكده بس انت شغلك فيه حاجة فيه حاجة مميزة فيه روح تانية اختيارك للالوان يمكن شكل اللوحة عموما يعني فيه حاجة مميزة فيك حقيقية يعني ده يمكن تضيفيه للرأي الناس اللي شجعتك انا من وجهة نظري يعني شايفة الحاجات حلوة دي ناس كتير انا اكتر حاجة بجد يا داليا عجبتني في الموضوع دوات ان لما حد بيعمل ما بين 2 pages مثلا او شغلي وشغل حد تاني يقولي سمح ليك ستايلك يعني انت ليك ستايلك فكلمة ان انا ليه ستايلك وليه حاجة دي دي معناه ان انا مش بنقل وخلاص يعني فاهمة برضو بتيجي في الاول حتى لو بعمل حاجة وبنقلها كابي بيس بتلاقي برضو بحط التوتش بتاعي لازم فبتلاقيني لأ طب انا عايزة اعمل كزا لأ طب ما احنا لو ضفنا كزا بالضبط يعني ببقى متخيلة حاجة تانية وتبقى متخيلة لو تلاقي كزا هتبقى احلى لو ضفنا مثلا اللون ده هيبقى احلى لأ الخلفية دي مش هتبقى لأ الخلفية دي احلى فده بيفر معك جدا طيب قوليلي بقى انت يعني زي بتسوائي لشغلك ده بتعرفي الناس ازاي عن الفن والحاجات الحلوة هقولك يعني مثلا دلوقتي حد دخل بيت حد من اصحابنا مثلا ايه الحاجات التوحفة بتاعت مين دي بتاعت سامح زين بيبدأ يسيرش على البيتج بتاعتي لان انا حالان البيتج بتاعتي على الفيسبوك والانستجرام هو المصدر الوحيد اللي بيبقى اي فيه اردرز او اي حاجة بيبقى من خلاله لسه الموقع ان شاء الله يعني تحت الانشاء لان انت اصلا لسه بدأ قريب يعني لسه الموضوع يبسي انا بدأت اعمل اعمل وبدأت بقى حطه في ارض الواقع وقس الصفحة ده كان قريب جدا يعني لسه في نفس الشهر فمن خلال الموضوع ده بيبدأ لكن طبعا قبل البيتج وقبل اي حاجة كان صحابي طب سامح معلش هديك الرقم فلانة عايزة تعمل كذا سامح طبعا عنه اه طبعا هو فيه قدام هيبقى فيه حاجات اعلانات موالة هيبقى فيه خطة تانية تانية خالص هم بيعملوا ترويجة لحاجة الحلوة اصلا شغلك هو اللي بيتكلم عن نفسي شوفنا النهاردة وللأسف خلصت توقت حلقتنا استنتعنا بيها جدا معيك اتجاد وعايز اقولكو حاجة بقى يعني اخيرة احنا كنا دايما عايشين بمقولة كده حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب فما فيش مانع ابدا ان احنا نبدأ في تنفيذ ان احنا نعمل ما نحب ايه المشكلة احنا قدامنا نموذج قدرت تعمل ده وياريت اللي حابب حاجة يفكر كده بعد حلقتنا النهاردة ويستفيد من موهبته باي باي اشوفكو على فيش